أعلنت السعودية والولايات المتحدة أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقعا مساء السبت في جدة اتفاق هدنة قصيرة المدى في السودان مصحوبة بترتيبات إنسانية يأتي ذلك بعد تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في العاصمة الخرطوم وجاء في بيان سعودي أمريكي مشترك أن وقف أطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع ويمكن تمديده بموافقة الطرفين وقالت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين اتصل بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وناقشا المحادثات الجارية في مدينة جدة مؤكدة أن بلينكين جدد إدانته لأعمال العنف التي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وأضافت أن بلينكين أكد للبرهان أن توصل الاتفاق في جدة سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة مشاهدينا وأرحب بضيفي هنا في الستوديو سيد خالد العيسر الكاتب والإعلام السوداني أرحب بك سيد خالد يعني هدنة بعد هدنة بعد هدنة والمعارك مستمرة لا شيء يتغير ماذا بعد هذه الهدنة الجديدة؟ تهيئة لك أخ زياد ولمشاهديكم والكرام بالتأكيد صحيح أن الأيام المضت التي مضت وعلنت في أكثر من هدنة وهدنة ورا هدنة ولكن بالتأكيد هذه الهدنة ربما تختلف عن صابغاتها لا سيمو أن عملية الإنهاك العسكري وهي حالة التململ التي بدأ يشعر بها بعض المواطنين في تلك المناطق التي تأزت بفعل دخول قوات الدعم السريع إلى مغار حكومية ومستشفيات وحتى دور بعض المواطنين العزل ربما تملي بعض الضرورات حتى يستييب كل طرف لهذه الهدنة وتعلم أن الوسطى أعلن أنها هي هدنة إنسانية لتلافي ما يمكن تلافيه من حيث عملية خروج القوات من هذه المؤسسات الحساسة وبالتأكيد هناك أمل لدى شرائع واسعة في الشعب السوداني أن تكون هذه الهدنة هدنة جادة تتيح للمواطنين والمدنيين العزل فرصة الخروج من دائرة النار وخروج هذه القوات من المؤسسات الحيوية وعلى رأس المستشفيات طيب ولكن لماذا هذه الهدنة مختلفة عن سابقاتها؟ دعني أسمع منك الجواب بعد أن نتابع مشاهدينا هذا العرض وما نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن سيد خالد سألتك لماذا هذه الهدنة مختلفة عن سابقاتها؟ هل لأنها ستمنح حميتي وقوات الدعم السريع الوقت ربما لالتقاط الأنفاس بعد الأنباء التي تتحدث عن أن هذه القوات تقحقرت؟ لم يعد سر أن هذه القوات أصيبت في مقتل بمعنى أنها تمت عملية استنزاف كبيرة جدا لهذه القوات إذا نظرت بالحساب حجم القوات التي دخلت الخرطوم منذ 15 أبريل الماضي وواقع القوات اليوم من حيث العتادة العسكري والتسليح وعدد الأفراد ستجد أن هناك هبوط كبير جدا حدث في هذه الأرقام وبالتأكيد هذا أحد أهم أسباب مطالب قوات الدعم السريع لكي تكون هناك هدنة هم الذين بادروا بهذه المطالبة الجيش لم يطالب بل على الأكس هم يريدون أن يحققوا اشتراطات أخرى تتصل باتفاقات سياسية ولكن الجيش يصير على أن تكون هذه الهدنة هدنة إنسانية لأن هناك حالة من الاستنزاف للمجتمع السوداني على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الاجتماعي على وجه التحديد وهذا يتطلب هدنة لكي يسمح كما سلفت لك للمواطنين حتى لا يكونوا دحت دائرة النار بالتأكيد قوات الدعم السريع اليوم ليست كما كان عليه الحال في السابق هم يزعمون أنهم يسيطرون على العاصمة أو بعض مناطق الواسعة في العاصمة ولكن هذه هي عملية كار وفر ينتشروا في بعض المناطق ويتخذوا بعض الصور في مواقع محددة وينسحبوا الواقع أن الأمر الآن يتطلب نوع من التعقل ليس فقط على صعيد النظر للحاجة الإنسانية ولكن النظر إلى حجم الأرواح التي أسيغت في هذه المعركة بغض النظر عن أنهم أجانب أو سودانيون هناك أرواح كبيرة جدا بأرقام مخيفة وهذا يدعو إلى نوع من التعقل والتريف لا سيمون غوات الدعم السريع غفزت غفزة في الظلام وهي أغدمت على عملية عسكرية سوى غلاء البعض أنه يمكن أن تكون عاجلة وضربة تقسم ظهر القوات المسلحة السودانية في عدد من الساعات ولكن الواقع على الصعيد العسكري أفرز أن الجيش السوداني لم يكن بهذه الهاشاشة بالرغم من العنصر المباغة التي اتخذته قوات الدعم ولكن سيد خالد تشعر وكأنه هناك مساع من أطراف دولية ما لإنقاذ قوات الدعم السريع يعني عندما نقرأ في بنود هذه الهدنة نجد بأنه منع للجيش السوداني لاستخدام الطائرات وهي عنصر القوة لدى الجيش السوداني ما الذي يعني ذلك؟ ولكن هذا مربوط بأجل زمني أيضا هي الهدنة حتى لا نستسني بنت من بقية البنود هي الهدنة وضعت سروط حتى لقوات الدعم السريع وإذا نظرت للبنود المدرجة في هذه الهدنة هي في الواقع تخدم مشروع الجيش الوطني وتخدم مشروع الشعب السوداني الذي يدعو إلى يعني جعل المدنيين بمنأة من حالة الغتال الحربي وتعلم أن قوات الدعم السريع وضعت عليها شروط لكي يتفي بها وهي الانسحاب من المؤسسات الطبية والمستشفيات ودور التي تتصل بمواطنين المنازل ويعني عدم أماكن المدنية أماكن المدنية وبالتالي أنا في تقدير الشخصي أن الفكرة هي يعني تحييض قوات الدعم السريع من فكرة المواصلة في ارتكاب خروقات وغضايا تتصل بغضايا تصنف غرانون الدولي بأنها جرائم حرب وبالتالي صحيح أن هناك تكالب هناك حالة غير معلنة لكثير من الذين دعموا فكرة الانقلاب على السلطة وفكرة الغزو العسكري ولكن ما أن تبين لهم أن الغرض الأساس من هذه العملية لم يعد في متناول اليد وهذه جزئية مهمة إذا لم تستطع قوات الدعم السريع من تحقيق أجنداتها ورغبات الدعمين في الداخل والخارج سواء كان قوة سياسية محلية أو دول في الخارج من الوصول إلى السلطة في ضربة سريعة هي الآن لم تستطيع أن تنفس هذا الأمر وفق المعطيات العربية والعسكرية باعتبار ما فقدته من قوات وقدرات عسكرية وبالتالي صحيح أن هناك جهات تريد أن تخرج صيغة لتوافق جديد وعلى رأس تلك الجهات بعض الحزاب التي سوغت فكرة الوصول إلى السلطة عبر فوهة البندغية وعسكرة الفترة الانتغالية وهي الآن أدركت أن هذه العملية عملية فاشلة وأن الهدنة نفسها يريدوا أن يجيروها في سياق معادلة سياسية وعملية سياسية ولكن من المهم أن يعلموا أن هذه العملية السياسية لن تمضي غدما كما كان عليه الحال قبل 15 أبريل لأن الشعب السوداني الآن كله على وعي وإدراك كبير بأن الذي تمه عملية غزو عسكري واستعانة بقوات تريد أن تنفذ عملية سياسية خاصة على مصالح الأمة السودانية يعني أنا أثرت هذا البند وهو عدم استخدام الجيش للطائرات لأنه تشعر وكأنه هناك جهات أو العالم ربما لا أدري المجتمع الدولي يصر على المساواة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة حميتي في البيانات في التصريحات في المواقف الدولية الحيادية وكانه طرفين متساويين إذن هناك إصرار على إبقاء حميتي في المعادلة هو الناظر إلى مسيرة والتراكم والسجال والحراك السياسي في السودان طوال السنوات الماضية لا سيما ستة أشهر الماضية يعلم أن هناك اجتماعات تمت خارج الخرطوم وخارج السودان أيضا وفي ولايات السودان كانت بعض الجهات تزور حميتي في دارفور وهي جهات دولية مريبة وتعقد اجتماعات وكانت هناك صفغات عندما تسهب بعض الغوى المدنية لليقاء حميتي وكانت هناك بعض الغوى الوطنية الحية التي تريد أن تخرج هذا السودان من النفق عبر وساطات وطنية ولكن كل هذه الأمور استضمت بواقع أن هناك جهات تريد أن تمرر المشاريع حتى فكرة تجريم الجيش السوداني هنا لا بد أن أقتنم هذه الفرصة لألغي بإضاءة مهمة هم يتحدثون عن أن الجيش السوداني فيه كوادر الحركة الإسلامية هذه محضة أكاذيب الجيش السوداني أول من قامت بعمليات انقلاب داخل الجيش السوداني هي قوة يمينية معروفة فيها عام 1957 وفي عام 1964 ثم جاءت الحركة الإسلامية ندافع عن الحركة الإسلامية وإسلامين ولكن الأغلى السوي عليه أن يستحضر فكرة أن هناك أكثر من عشرة انقلابات عسكرية أغلبية كانت مدعومة من التيار الإسلامي خلال الأربعة عوام الماضية وأفصح عنها بعد غادة التيار الإسلامي بالأمس لماذا لم تنجح هذه الانقلابات العسكرية ولماذا كان الجيش حيصد أساسي في فشال الانقلابات العسكرية التي تقوم بها مكونات تتصل الاتصال وسيق بالغوى الإسلامية هذا السوال يجيب عليه من يزعم بأن الجيش هو جياش الإسلاميين صحيح أن هناك كوادر كبيرة جدا داخل هذه المنظومة في جيش الآن هذا لا ينفي ولا نستطيع أن نقول أن الجيش السوداني بنسبة 100% غير مؤدلج هناك ارتباطات سياسية ولكن من الغلط ومن الخطأ أن نسوي فكرة أن الجيش إسلاميين لأن الجيش لو كان إسلاميين اللي سمع بمرور أكثر من 6 انقلابات عسكرية في الأربعة عوام الأخيرة قامت بها تيارات ترتفط بالتيارة الإسلامية وبالتالي هذه أفكار بنتها دول في الخارج فيها ارتباطات إخليمية هناك غرفة إلكترونية هناك مبالغ ضخمة أنفقت لتجريم الناس باعتبار أنهم يوالون للنظام الخديم بينما هم سوار هناك تجريم بعد أن الجيش جيش الإسلاميين وهو ليس كذلك صحيح أن هناك كوادر إسلامية في الجيش لا يستطيع أن ينكر ذلك المؤسسة وطنية وأهم من ذلك كله أن الجيش الذي تم تجريمه في الأربعة عوام الأخيرة الآن هو أصبح يتصدى الأساسي الذي يلتف حوله الشعب السوداني كله إلا من هو مرتزق أو عميل يخدم جندات في الخارج من أمنا الأمة السودانية الشعب السوداني الآن هذه اللحظات يقف على قلب رجل واحد وإمرأة مع الجيش الوطني السوداني وهو ذات الجيش الذي أرادت بعض القوات الدولية والإقليمية أن تجرم عبر ما بجهودات أنت تعلمه وانا علمه وكل المشاهدين الأعزاء يعلمونها وكل العالم يعلم أنه مع ليش مع ليش ما عندنا جيش وهذه الشعارات المغيطة كان الهدف منها هو إيصال السوداني إلى هذه المرحلة ولكن أنا أؤكد لك أن الجيش السوداني وقد أثبت بالدليل القاطع أنه جيش لا يزال على عقيدة وطنية قوية ولا يزال يمتلك آلة ردع واسعة وعلى رأس قوات المسلحة هذه السلاح الطيران الذي هو ربما غير متاح في منطقة الأفريقية والعربية قياساً بعدد من الدول حتى النفطية لا تملك القدرات العسكرية الموجودة في الجيش وهذه محمد يجب أن يشيد بها الناس وبالتالي هذه الأفكار الأخزيات تم تسويغها بطريقة خاطئة ولكن الشعب السوداني الآن لن يشرب من هذا الكأس من جديد كأس التضليل والتغبيش وتزوير الحقائق أشكرك جزيلا سيد خالد العيسر الكاتب والعلامي السوداني على حضورك معنا أشكرك ترجمة نانسي قنقر